وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا أي أنزلنا عليكم هذا القرآن على رسولكم كي لا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أي أنزلنا القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقطع الحجج عليكم فقد تقولوا محتجين يوم القيامة يا رب أنت أنزلت أو أرسلت لليهود كتبا وأرسلت للنصارى كتبا ونحن ما نزل علينا من كتاب فكانوا يقولون وقد قالت على وأقسموا بالله جهد إيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنون بها وقما قال تعالى وأقسموا بالله جهد إيمانهم لإن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا أي أنزلنا القرآن على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لقطع الحجج عليكم كي لا تقولوا إنما أنزل الكتاب أي التوراة على اليهود والإنجيل على النصارى فالكتاب اسم جنس إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وهم اليهود والنصارى ونحن ما نعرف عنهم شيئا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم قد يقول ذلك فلقطع الحجج أنزل هذا القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها أي آرض عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون أي بما كانوا يوارضون عنها الآيات تستذل بها على مسألة وهي العزر بالجهل أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم قد وردت أدلة أخر في العزر بالجهل أصرح من هذه الآيات كقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وكقول الله سبحانه وتعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا النذير وكقول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل كقول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هدهم حتى يبين لهم ما يتقون في أدلة أخر ترجمة نانسي قنقر